قالت مصادر محلية في العاصمة صنعاء إن الطيران تحالف دعم الشرعية باليمن شن حتى الآن سلسلة غارات بلغت أكثر من ثماني غارات على مطار صنعاء وقاعدة الدلمي ومناطق أخرى شمال العاصمة مشيرة إلى دوين فجارات سمعة وبشكل عنيف وغير مسبوق في المناطق المستهدفة سلسلة من الغارات الجوية العنيفة التي لم تتوقف نفذتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية على أهداف عسكرية وغرف عمليات ومخزن أسلحة في صنعاء وأطرافها وأكدت مصادر محلية أن القصف كان مكثفاً وعنيفاً وغير مسبوق هز أرجاء العاصمة تكبدت فيه الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتد المصادر أضافت أن الغارات دمرت مقر غرفة عمليات سرية للميليشيات الحوثية بالقرب من مطار صنعاء الدولي كانت تدار من قبل خبراء إيرانيين كما استهدفت مخازن أسلحة كبيرة فضلاً عن مقتل وجرح عدد كبير من الميليشيات وعلى صعيد المواجهة الميدانية حررت قوات الجيش الوطني مواقع استراتيجية في مديرية ماوية شرق محافظة تعز وذكر مصدر عسكري أن الجيش وصل إلى منطقة الهشم ثاني مناطق المديرية وذلك بعد تحرير منطقة حوامرة وجبال ثمران الاستراتيجية المحادية لمنطقة كرش جنوباً وماوية شمالاً من ناحية أخرى قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العقيد تركي المالكي إن ميليشيات الحوثي تمارس ضغوطاً على المنظمات الإنسانية الأممية مؤكداً أن التحالف منح تصريح عدة لسفن المساعدات الإنسانية في اليمن كما كشف أن 182 صاروخاً باليستياً تم إطلاقها من قبل الحوثيين منذ عام 2015 لافتاً أن الجيش اليمني يحقق تقدماً كبيراً على كل الجبهات خاصة جبهتي الحديدة وصادة عادل اليافعي الحدث